التقى وزير الرأي هاني سويلم رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا الأردنية الحسن طلال لبحث تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه استعرض اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها لتنفيذ العديد من المشروعات تحت مضلة مفهوم الترابط بين المياه والغزاء والطاقة والنظم البيئية كما تطرق اللقاء أيضا لمشروع محطة الدلت الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي حيث تم استعراض أهم مكونات المشروع وخصائصه المختلفة وميزاته والإمكانات المصرية المتميزة في مجال إنشاء محطات معالجة وإعادة استخدام المياه وإمكانية تبادل الخبرات بين مصر والأردن في هذا المجال